برج الجدي اليوم 22 سبتمبر 2023 برج الجدي انت حاليا انت بتقسم معزة الناس في قلبك اللي يصلحوا يكونوا معاك هتسيبهم واللي أزوك هتتخلص منهم وتبعد عنهم وبالفعل داخل على مرحلة جديدة فيها بدايات جديدة يا برج الجدي وهيكون عندك أخبار مبشرة بالخير بإذن الله كان فيه في حياتك شخص انفصلت عنه وهو حاليا دلوقتي عينه عليك وممكن يفتح ما بينكم تاني باب التواصل من أول وجديد ولكن فيه حيرة عند برج الجدي برج الجدي حيران لأن القلب عبه وشال ومش بالساهل يسامح ولذلك انت أمورك متل غبطة انت عندك مشاحنات بينك وبين أشخاص تربطكم صلة أقارب أو أصدقاء لك سبب المشاحنات دي بينك وبينهم في غيرة قوية جدا انت بالفعل مميز عنهم يا برج الجدي عندك شخص بيدعمك وقف جنبك برج الجدي بيعرف كويس قوي قدري جميل وما بينساش أبدا المعروف ولذلك بتكره المنافقين وبقت ثقتك فيهم اهتزت اهتزت في أشخاص كتير من حواليك وكل يوم بتكتشف حيات حد جديدة ولذلك انت بقيت منعزل ولكن انت هتطلع من جوه الانتظار اللي انت كنت معايش نفسك فيه ده يا برج الجدي وهتبتدي تخلق لنفسك جو نديف ما فيهوش كتبه ونفاك وخيانة بقت بتفلتر حياتك عشان تعيش في هدوء واستكرار وسعادة انت ازاي بتفكر ازاي تسعد نفسك بنفسك ومش هتستنى حد ولا تنتظر السعادة من حد عندك طاقة سفر هتستقبل حد او انت هتسافر يا برج الجدي عندك كبول في شيء شيء معين كنت تظنيته انه مستحيل يا برج الجدي الحشريين في حياتك كتير ولذلك انت مصاب بالحسد والحالة النفسية السيئة قدت الى مشاكل عضوية في جسمك وبتلاقي تعب في معظم جسمك وشعرك بيقع من كتر التفكير ممكن تحتاج ان انت تذهب ان انت تتطمن عن نفسك وتعمل تحاليل للإتمئنان وبإذن الله مش هتلاقي مشكلة عضوية هي حالة نفسية مش اكتر انت مضطر تتعامل مع اشخاص انت كرههم ولكن مقابل شيء انت محتاجه ولكن خلي بالك من الناس الغدارة وما تسمحش الحد يعكر مزاجك يا برج الجدي بالفعل هتنول كل امر انت عايزه وعندك شخص يهمك امره هيتفكي كيوده وهيرجع لك يا برج الجدي وخليك مستعد الفرحة كبيرة وهتسمع كلمة مبروك كتير ولكن خد القرار ان انت ما تسمحش الحاجة تزععلك وتتعبك نفسيا وجسديا وخليك دايما متأكد ان انت سند نفسك حب نفسك يا برج الجدي وما تسمحش لاي حاجة تأذيها ولحد هنا تكون انتهت قراءتي البرج الجدي اليوم ما تنسونش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يبصلكم كل بديد في قناتي بوي